للترويج لسياستها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تلجأ الصين إلى استخدام مذيعي أخبار مختلفين تماما مذيعون يحركهم الذكاء الاصطناعي عبر هذه السياسة تنجح بكين بقول ما تريده سياسيا من دون أن تتحمل رسميا تدعيات ما يقال وينشر بطبيعة الحال ما يقلق الصين تايوان إلى جانب قضايا أخرى طبعا لكن خبراء رصدوا المحتوى الصيني على موقع أكس وفيسبوك لاحظوا أن تايبي لها حصة الأسد من المعلومات المضللة حولها والسخرية منها لنستمع إلى الصوت الطبيعي للمذيع الافتراضي المذيع الافتراضي تحدث ساخرا عن رئيس تايوان وبلاده وشبهه بماء السبانخ بسبب ادعاء تايبي أن جزيرة تايوان هي جزء من أراضيها مايكروسافت قالت إن مجموعات الإنترنت الصينية المدعومة من الدولة كانت قد استهدفت الانتخابات الطيوانية بمحتوى معلومات مضللة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك استخدام مذيعي الأخبار أو مقدمي البرامج التلفزيونية وتم إنشاء هذه الفيديوهات المروجة للسياسة الصينية بواسطة أداة تحرير الفيديو كاب كات التي طورتها شركة بايد دانس الصينية التي تمثلك تيك توك وهذا الأمر يقلك واشنطن ولا يخفى على أحد المعركة الشرسة التي تخوضها أمريكا على تيك توك فربما الآتي أعظم